هل تحب أن يعطيك الله ما تسأل وأن تكون من أهل الجنة؟ إذن عليك بصلاة الغفيلة وهي من الصلوات المستحبة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ووقتها ما بين صلاتي المغرب والعشاء وينتهي عند ذهاب الحمرة المغربية وهذا الوقت يسمى بساعة الغفلة لذلك سميت بالغفيلة فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة وصلاة الغفيلة ركعتان يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فناد في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ثم يركع ويسجد وفي الركعة الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ثم يقنط ويقول اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصل على محمد وآل محمد ويطلب حاجته ثم يقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي اشتركوا في القناة